هتكلمنا عن مين تاني بعد الحال؟ احنا ممكن نتكلم على السلسيات اللي بتحصل على الطرف اليمين كنا بنتكلم دائما ان كان فيه تمايز كبير اولا ما امام عشور جينادي الاهلي كان هو وحسين الشحات وعالي معلول التلاتة بيعملوا سلسيات على الجنب وبيحلولك انهما بيعملوا سويتشات وتبادل المراكز كل واحد بياخد مركز التاني وده يتحرك الكلام ده بقى يحصل الناحية التانية طب النادي الاهلي غير الطلوع بالكرة اللي احنا تكلمنا عليه انت يعني منفذ مهم جدا ومتنفس كبير لك جدا الناحية لمين محمد هان يا جماعة بقى باك عصري بيقوم بالأدوار الهجومية زي ما الكتاب بيقول زي مين زي الناس الناس هتخبط فينا بيقوم بحاجات زي ارنولد طبعا مع الفرق ان ارنولد بيخش شوية جوة في العم لا ما اخب بالك لما نقول زي ارنولد ده بيلعب في ليفل وده بيلعب في ليفل تاني يعني بس على قد الليفل طبعا بتاع عفريق تعالى بقى نتكلم هنا ديك في الشوت الاولاني في الديئة التسعة النادي الاهلي برضو بيحضر الكورة عاوزك تبص على الناحية التانية بص مين هنا اللي استلم الكورة رامي ربيعة بص يا كريم اول ما بيرسي تاو بيستلم الكورة على طول محمد هاني هياخد الطرف لحظة بس ارجع بقى عشان نوضح الفكرة بتاعت بيرسي تاو ووضح الفكرة نرجع من الاول خالص قبل ايام الزبط كده بص يا كريم هنا بص معي وتفرج معي على الهاف سبيس بسرعيتها مفيش مشاكل بالروحة كده بعد كده توصل لرامي ربيعة طلع مين هنا اللي نزل بيرسي تاو اقف لحظ اقف لحظ اقف لحظ بيرسي تاو لما نزل الباكليفت بتاع مين بتاع مودن فيوتشر قرب على بيرسي تاو فالسنتر باك التاني ام جاي بتاع نص سنتر باك التاني ام جاي قرب على محمد هاني المساحة اللي اتخلقت فينا كريم اتخلقت في ظهرهم يقول بيرسي تاو عاملين نكمل باك الكرة مين اللي يروح يتحرك في الحتة دي امام عشور ام محمد هاني لعب الكرة لامام عشور وكانت هجمة مهمة جدا للنادي الاهلي ولكن اتقطع بعد كده وفي الاخر تيجي باهم بص على الكرة التاني بص هنا مين اللي مسك الخط محمد هاني مين اللي نزل استلم بيرسي تاو بيرسي تاو ياخده الكرة محمد هاني اللي دخل فين اللي دخل في العمق في الحتة فين انصف المساحة اللي موجود طيب والكرة دي طلقت كورة عارف دي كورة ايه دي كورة الهدف الاول للنادي الاهلي فمعناها انه مفيش هدف جيد نهارده للنادي الاهلي يكمل صدف تعالى بقى نبص على الكرة دي لحظة بقى قبل 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 الفرين قبل قبل اما تكون عند الرامي ربيعة حاجة مهمة جدا انا شاء لك بص بقى لحظة هنا مين اللي واقف مع العيب رقم 8 بتاع 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 مودن فيوتر ده محمد هاني مين اللي في نص الملعب اللي واقف مع احمد عاطف ده بيرسي تاو ومين اللي وراءه فهتلاقي موجود مرار عطية فبالتالي انت محمد هاني هو اللي دخل مكان الجناح وبرسي تاو هو اللي بقى الباك نكمل بقى الكرة الكرة هتجي عند محمد عبد المنعم هيحضر عند بص بقى مين بيشاور لبرها كريم محمد هاني بيشاور إلعب الكرة المين مين اللي هتلاقي عند الخط هتفاج بيه دلوقتي إمام عشور في نمين امام عشور هو اللي ماسك الخط بيرسي تاو اللي بيلعب نص ملعب ومحمد هاني هو الجناح الله بعد كده هم حصل سويتش تاني محمد هاني اللي نزل وقام بيرسي تاو دخل نص الملعب وقام إمام عشور طلع على الخط بص بقى التلاتة جانب بعض التلاتة جانب بعض بمنتاز سهولة هنضر نلعب مع بعض بص يا كريم بقى الكرة هتتلعب لإمام عشور محمد هاني هيلعب له الكرة زي ما انت شايف التقلق الكبير بص بقى لحظة قبل ما كرة تلاعب من إمام عشور نرجع بقى لحظة قبل إمام عشور هي قصة كلها يا كريم قصة كلها أنا بعمل زيادة عددية فبالتالي بسحب كل لعيبة مودن الفيتشر في الحتة دي فبالتالي الزوم فورتيني اللي عند الحاكم اتفضت ما بص يا كريم لما إمام عشور اتحرك وبرسي تاو واقف ومحمد هاني واقف كل تلاموا عليهم بلعيبة مودن الفيتشر كلها متجاية ناحية اللعب بالتالي إيه اللي تساب يا كريم حتة في نص الملعب نكمل بقى إمام عشور اللعيب الرائع والممتع عنده نزع وجمال لعب الكرة لمين لحسين الشهاد حسين بيرقص وبالعب الكرة لمين لعلي معلول وعلي معلول هيلعب الكرة وكانت هاجمة خطرة جدا جدا لنادي الأقل اللي كانت باكورد الكهرباء فده معناها اننا بستخدم بيرسي تاو وإمام عشور ومحمد هاني على الناحية الشمال عشان دي طريقة خروج بالكرة وطريقة ان انا قادر ازاي ان انا استغل المساحات اللي بتبقى موجودة عند النادي الأقل دي اخر كرة معنا اتكمل كمان في الشوت التاني نفس الكلام النادي الأقل بيطلع بالكرة من تحت هنتكمل الكرة محمد عبد المنعم هيطلع بالكرة نكمل اللعبة مفيش مشاكل عافش علاقة ولا ايه مقايب الضبط كده محمد ميني اللي انزل هنا استلم معشور محمد هاني بس بقى محمد هاني هيعمقتل الكرة البيرستاء والتفاوم الكبير جداx في ظهر الدفاع وكانت واحدة امفراض فانت بتتكلم على ان الجبهة الشمال اللي كانت مميزة جدا فالنادي الأهلي لعب زي ما احنا شفنا فالنادي الأهلي عنده أشكال وأنات كتيرة جدا عنش كات هو بقولك النهاردة المباراة كانت ممتعة بشكل كبير جدا من الاهلي